مرحبا وأهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد من حياة هوم كوكينج اليوم بدنا نقدم وصفة ليزي كيك وصفة كتير قديمة كانت تنوجد دايما بمناسبات أعياد الميلاد على الطاولات كنا نسميها سيكسي أو بسكوي أو شوكولا أكيد كلنا منعرف نحضرها بس في مبتدئين بحب علمهم هالوصفة المقادير كلها راح تشوفوها على الشاشة بالنسبة للبيسكوين فيكن تختاروا حيالا النوع بتحبو مهم يكون النوع طيب فيكن تستعملوا النوعين مخلوطين مع بعض متل ما أنا عملت اليوم هيدا الشي على زوقكن المكونات دامنا جاهزة وحاضرة لنبلش الوصفة نحنا بحاجة لكوب من السكر 2 كوب ونص من الحليب 100 جرام زبدة كوب كاكاو غير محلة وملأ صغيرة 80 جرام شوكولا 80 جرام بندق بس ما كان عندي غير بندق بقشر طريت حمصه شيل القشر عنه وارجع اطحنه بالمطحن كمان بالفيديو راح اعمل سوس جاناش حضروني وشوفو كيف راح استعمله تنجرة على النار نوضع الحليب مع الكاكاو بس ما ياخد الكاكاوه يدوب شوي منزيد السكر والزبدة نخلطون حتى يدوب السكر ويدوب الزبدة مندلنا نخلط وبدنا ننتبه كتير النيح اول ما تبلش تغليه السوس كتير بسرعة بتطلعه بتفور بدنا نضلنا عيننا على النار التنجرة ما نتركه ابدا منضلنا نغلي على نار خفيفه حتى تعقد كيف بنعرف ان عقدت بنعمل هاستاب هاي دي بالملقه متل ما عم بتشوفو ازا الشوكولاة مازيح من محله معني طب نطف النار بهالوقت منكسر الشوكولاة يلي انتو بتكون زدوه حيالا نوع شوكولاة حق محلة او غير محلة يلي بتحبوه بنزيدو هو بالفانيل وبرات النار بنحرك حتى يدوب كل شي مظبوط مع بعضو بهالوقت بدنا نتركوا السوس لحتى تبرد بدنا نكسر البيسكويت خلطت نوعين مع بعضو هيدا النوع التاني اللي شفتوه كتير طيب بهالوصفة بضل مقرمش انتو عم تكسروا البيسكويت ورجعوا تطلعوا بالشوكولاة بتلاقوه عم تبرد وعم تعمل وجه لا ما بدنا هالشي كل شوي حركوه حتى تضله اخدي بعضا حضرت ايلي ب 23 سنتيه دهنتو بالزبدة وحطيت عليه ورق الزبدة شوكولاة برد عالاخر بنوضعوا فوق البيسكويت هو البندق كمان برجع بعيد البندق على زوقكن فيكن ما تحطوه بنخلطن كتير مليح مع بعضون رح استعمل تلتة رباع الكمية بالقالب والربع رح عامله رولز متل ما معروف فيه الليزي كايك بس حبي تغير انو يطلع شي جديد اليوم كمان انو فينا نعمله بالقالب من بعض ما حطينا الكمية اللي نحنا بدنا ايها منكبس كتير منيح ومنملسو قد ما فيكن شدو بتشدو لحتى يضغط كل الشوكولاة والبيسكويت يضغطوا عبعدون ما يصير فيه فراغات منملس الوج وعيدة نتيجة القالب هلا بدنا نشتغل بالباقيين نعملون رول نوضع الكمية على ورق الزبدة ورق الزبدة كتير مهم بهالاشغال كتير مهم بالحلو ما بلا زق ابدا ومنشتغل متل ما عم بتشوفو منشد ونرصن على بعضون متل ما انتو بتكن الحجم يكون بهالطريقة متل ما عم بتشوفو بشد الشوكولاة والبيسكويت على بعضون وما بيترك اي فراغات بقلبه منلفه مزبوط منرجع منلفه بورق نيلون ليزي كيك لازم تنحط بالفريزر بتضاين قدمة بدكن بس ما بيجي حدا ضيوف وتحبوا تضايفه بتلاقوه موجودة تضيفه وتقصه قد ما بدكن منه وترجعوه على الفريزر هيدا القلب عم نشيله شكله كتير بشهن عن جد كتير طيب بنصحكن تتبعو نفس المقادير والوصفة تشوفو شكله كيف طلع من جوه رح اعمل كمية قليلة من سوس الجناش نصف كوب حبوب الشوكولات نصف حلو مع ربع كوب كريمة الحلويات بنوضع الكريمة على النار كله بنزله منطوره لتصخم اول ما تبلش تغلي تشيله عن النار بحطها فوق حبوب الشوكولات وبصير بخفق 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 لحتى الدوب اول شي بتحسوها مش ناجحة كأنها مبرغلة ما تقولوا مش ناجحة لا بخفقوا بتطلقوا بلشت تلمى وصارت احلى سوس جناش عندكم رح زين فيها رول الليزي كيك شوفو اللا معي رائعة جدا القيلب خليتوا بلا السوس لفرجيكم الفرق بين اثنين شلت الرول من الفريزر وبدي اسكب عليه سوس الجناش لاحظتوا ورق الزبدة كتير سهل التعامل معو بنزل السوس على مهل وبدهنه بغطي كل الرول بالسوس برجع بحطها بالفريزر شوي تجمد عن جديد بعضين برجع بستعمله هالمرحلة هي بس للشكل حتى تغطي لنا كل شي ابيض هو البيسكويت بتغطي وبيعطي شكل ارتب عمل لسه شوي تطلعهم رتبة وبحطها بالفريزر وهلأ رح تشوفوا الشكله من بعد الفريزر تغطي كل الابيض اللي كنا نشوفه بالبيسكويت من رايحه شي دقيقتين بس لحتى نقدر نقصه ونقص قد ما بدنا فينا نقص كله حسب ديوفكم فينا نقص شقفه ونرجع الباقي على الفريزر ما فيه اي مشكله من الافضل انه ينقص هو بعده جامد ما فيه ما بعزب بس شوي منشت بالقيتين وبتنزل السكينة بكل سهوله ما فيه اي مشكله شفتو هلا معي اللي عطاها صوص الجناش للرول عطاها شكل مرتب وشكل حلو خلصة وصفتنا وصار لازم ندوق اذا حبيتو الوصفة بتمنى منكن لايك شير وسبسكرايب وما تنسو تفعلو زر الجرس حتى يوصلكن كل جديد من حياة هوم كوكينغ هاي دي اجمل لحظه وبشوفكم متل العاده بفيديو جديد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة